أريد أسأل السيد وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمري أرد سألة تعرف واحد اسمه عميد أسامة جميل عباس الفتلاوي تعرفه لو ما تعرفه أوقف تعرفه شوف رح أقول لك وشوف الناس شي سوي وأنت أرد علي أنا أريد أرد من الوزير ودائما الوزير معود الإعلام أنه ما يرد بالسانة يرد باتخاذ القرار اسمع يا وزير الداخلية اسمع هذا هو العميد اسمع شوف السلام عليكم تدرون هاي الشنو خمي شغال البنية تدرون هاي الشنو بدون صوت تدرون هاي الشنو هذا عميد اسمع هذا هذول محامين معقبين مدرش شنو شي سوي حاط لهم كاميرات سرية يما بالغرفة ليش حاط لهم كاميرات سرية ما المدير الأجانب في مديرية شؤون الإقامة ليش حاط يسجل صورة وصوت البناء ويمكن حتى الوزير من راح تسجل صورة وصوت وميده للوزير زين هل بالقانون يسمح لمسؤول بالدولة يحط كاميرات سرية في مكتبة زين شنو الغاية من انو عميد اسمع يخلي هاي الكاميرات السرية شي يريد يريد يبتز المعقبين والمحامين يريد يقول لهم لو تشتغلون عندي لانه انا يلازم عليكم وثائق زين اذا هو حريص على شي معين ليش ما يحط الكاميرا عليه ليش هو هو اثناء اللي يريد يسوي فشي الكاميرا تشتغل اسئلة هو ايه فيا وزير الداخلية عبدالامير الشمري ايش داي يصير ايش داي يصير بالوزارة شنو هالطريقة هذي يعني موضوع عجيب عجيب عميد بدائرة مهمة في وزارة الداخلية يسجل صورة وصوت للمعقبين للمحامين للناس اللي الطبلة وينشر مقاطع معينة او يضمها مقاطع معينة ليش بس والله عافية على اللي يسربهم فالله عافية